ترجمة نانسي قنقر والحريات والتطور ولكن الواقع يفضح غير ذلك عن قطر نتحدث فلطالما كشفت لنا مقاطع الفيديو والصور والتسجيلات الصوتية وعناوين الصحف عن انتهاكات المذكورة ونظامها لحقوق العمالة ولطالما امتلأت صفاحات الوفيات في قطر بأسماء من راحوا ضحية جشاع وبطش وظلم نظام الدوحة تجاه العمالة البسيطة سلب للحقوق والحريات وعمل لساعات طويلة وأجور لم تدفع ودموع العمالة لم تجف فعلى مر السنين اعتدنا على سماع معاناة جديدة للعمالة البائسة في قطر وهذه المرة يكشف لنا الكنديون عن مأساة جديدة وتعامل غير إنساني للنظام القطري فبعد الانتهاكات المتكررة بحق عمال الملاعب مما جعلهم فريسة سهلة لوباء كورونا ظهرت قضية تهديد موظفين كنديين في الدوحة ففي التفاصيل شنت قناة السي بي سي الكندية هجوماً واسعاً على قطر بعد منعها موظفين كنديين من السفر وتهديدهم بالفصل في حال سفرهم إلى بلدانهم في عطلة الصيف ووصفت القناة قطر بالدولة الاستبدادية والموبوءة بفيروس كورونا حيث أن لديها أكبر عدد من الإصابات في العالم مقارنة بعدد السكان وتحدثت عن خشية الموظفين الكنديين من التحدث بسبب خوفهم من انتقام الحكومة الاستبدادية بخلاف سوء تعاملها مع العاملين الأجانب فبات الكنديون محاصرين بين مطرقة الوباء وسندان نظام الدوحة الظالم إذن أي مأساة يصدح صداها من قطر لم تعد مستغربة فيوماً تلو آخر يتوسع نطاق سمعة نظام الدوحة السيئة التي جابت العالم كله ترجمة نانسي قنقر